شهر الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف صحة معكم لهذا الأسبوع وعن مرض الزهايمر راح نتعرف اليوم خلال هذه الساعة عن أسباب حدوثه ومل جديد في مرض الزهايمر وأهم طرق الوقاية وأهم أكيد العلاجات الطبيعية كل ذلك مع الدكتور إبراهيم عدوان واستشاري الطب البديل أهلا وسهلا بكم نحيي كل متابعينا خلال هذه الساعة يمكنكم التواصل مع الدكتور إبراهيم على كل الأسئلة التي تأتينا عبر تطبيق الواتساب موجود الأقام على الشاشة وأيضا عبر الاتصال الهاتفي ومثل كل مرة نتمنى لكم إن شاء الله متابعة مفيدة دكتور راح نشاهد أول صورة راح ندخل على الموضوع الموضوع دسم وكثير وهناك الجديد الجديد راح تحدثنا عنه عن الزهايمر كمرض صنف أو اعتبرته دايبيتك الثالث تايب ثري لماذا؟ لأنه 80% من مرضى الزهايمر عندهم يا إما إنسولين ريزيستنس يعني بري دايبيتك ما قابل السكر أو سكر النوع الأول والثاني النمرة الثاني زي ما العلامة الفارقة في سكر البضي الجسم اللي هي مقاومة الإنسولين ريزيستنس نفس الشيء بيحصل في المخ الإنسولين ريزيستنس ولهذا سمي تايب ثري النوع الثالث من السكر أو سمي سكر المخ تمام دكتور الصورة موجودة في حب تضيف عليها على هذه الصورة الموجودة للمشاهدين الأول أني أنا بس حطيت كيف ما هو الزهايمر صورة أنه فيه الخلال العصبية تعتبرين بيترسب فيها اللي هو السبب الأساسي حياتكلم في الصورة الثانية لما يبدأ الزهايمر بيبدأ كبري دايبيتس بيأخذ حوالي سبع سنين ثم سنتين ثم سنتين ثم ثلاث سنين بيأخذ وقت تمام بيبدأ يترسب نوع من البروتين السام اسمه أميلود أو تو بروتين T-A-U بروتين أو أميلود هذا استكي لذج زي الطين فهذا بيبدأ يترسب في داخل الخلال المخية اللي اسمها النيرون أو ما بين الخلايا وين وحصل الموصلات العصبية الهرمونات يعني مثلا هرمون الذاكرة بنتقين من مكان لمكان أول منطقة بيبدأ فيها ترسب هذا البروتين السام اللي هو الأميلود أو تو بروتين أو تانجلز بيبدأ في الخلال العصبي النيرون أو بين الخلال العصبي في مكان اسمه الأكسونس فبيبدأ يربو أول مكان بيصيبها هي ذاكرة منطقة في المخصمة هيبو كومبس هنا بيبدأ يترسب وهذا برمون سام بيدخل في عمل الإنسولين إذن بصير عندنا مشكلة في السكر ويترسب هذا البروتين السام هذا السابق المباشر مع الوقت بيحصل تقلص في المخ ما هو الزهايمر؟ الزهايمر هو مرض يصيب المخ مرض بيؤدي إلى طعف الذاكرة التركيز التعلم التحكم التحكم في الوقت والمكان الإنسان كأنه ميته حي يعني معروف لو أحد عنده ضغط دمه وسكر أو سرطان أو ذبح صدري معروف أنه مريض عارف نفسه تعالج بروح بيجي بيكون بالواجبات اليومية والأسرية لكن مريض الزهايمر لما يخش في المراحل آيب بيفقد نفسه وبيعرفش نفسه خلاص حياته انتهت كشخصية كشخص وهذه خطورة يعني في الصورة الثانية يعني ما هو الزهايمر؟ يعني نرى بعض الشرائح من البرين المخ وطبعاً ياريت تعطينا بس شرح توضيحي يعني هنا شوف فوق الهيلثي برين كيف شكله كيف تحت كيف بيحصل له المحلال من كماش المخ وزي ما قلنا هذا النوع من البروتين اللي هو هذا هو تو بروتين أو أميلود بروتين هذا هي هاي تو هاي ميلود وهذه الدندراتيس هذا بيحصل ترسب في هذا البروتين السام داخل الخلية وفي الأكسون وخارج الخلية فبصير هنا بدل ما هو النيرون يعني خلية عصبية بتبدأ الخلية تفقد عملها لما تفقد عملها طبعاً هي الخلية تحت المخ بصير التوصيل العصبي والكهربائي بين الخلاب يموت بين فقط بصير عمل المخ يضمح لل بالتدريج الذات والتركيز التحكم القدر على التحكم على الأشياء تبدأ تقل والمخ وبدأ يضمح لل دكتور في سؤال دائماً الفرق بين الزهايمر والدفنشا احنا قلنا الزهايمر هو 80% من الدمنشا الدمنشا اللي هي الخرف اللي هي الذاكرة الزهايمر مرض بعراضه بأكثر من الدمنشا الدمنشا ما اللي بركز على الممرض الدمنشا ممكن تكون سببها فاسكولر ممكن يكون سببها نزيف في المخ لأي سبب ممكن يكون حادث فالزهايمر 80% من أسباب الدمنشا هو الزهايمر تمام هذا ما قلنا هو الأساسيات السبب هو هذا البروتين نعرف ليش رح نركز أكثر دكتور على عوامل الخطورة ريسك فاكتوري اللي هي بتوضح لماذا يحدث طيب نشوفه أنا بس هتكلم عليه طبعا هو بيجي في السن اللي ما فوق الخمس وستين إذن الإيجينج اللي هي كبر السن المتقدمين في السن هذا عمل خطر يعني معرضه أكثر من غيره نملة اثنين في جين بالعبدور هنا 20% من الناس العديين عندهم هذا الجين APOE4 هذا بالذات في APO23 لكن الفور هو الأكثر هذا ليس معنى أنه لازم أقولنا في الناس العديين نحن في عندنا 20% من الناس عندهم هذا الجين لكن ليش معنانا حجية إزهايمر مش بالضرورة مش بالضرورة لأنه بيعتمد على حياة LIFE STALE العوامل النوم الأكل الغداء الأكل الصحي موكس سابلمنت ولا لا بينامي كويس ولا لا فهذا اللي في حاجة يسمو إيبجينك يعني كيف أنت تتحرك الجين بطريقة موجبة أو سالبة هذا بإيدك يعني دكتور بس نأكد أنه العامل الجيني موجود ولكن ليس بالضرورة أن يكون الشخص لديه الزهر لأنه بيعتمد على الشخص وإذا ما ردته أنا فهو يشفي أنا كيف في النوم المشي كويس بأكل سكر كثير وإحنا قلنا لأن هذا النوع الثالث من السكر أو سكر الموخ نعم بلا مشي كويس بتحركش مفيش حركة وهكذا هذه العوامل اللي بتلعب دور في الشخص أنه يجي ولا ما يجروش بالنسبة الثانية إذا الواحد عنده ضغط دم عالي أو واطي كثير يعني المهم مش كمية دم واصلة للمخ السكر هو هذا الأساس دايبيتي 80% من مرضى الزهايمر عندهم يا أما سكر يا أما إنسوليجيستة مقاومة الإنسوليجيستة يعني ما قبل السكر نعم واحد بيذخن كتير واحد بيشرب كحول كتير واحد عنده حياته كلها دائما عصبي استرس كتير في حياته بنعمش كويس النوم طبعا جدا جدا أنا بعتبر من أم عواملهم قلت النوم أو عدم نوعية النوم بس حب أذكر أنه الصفحة ريسك فاكتوريز لو نشاهدها معا حتى المشاهد يتابع في حاجة مهمة جدا حمض أميني اسمه هموسستين ولهذا أنا كنت نقاشي مع بعض الزماناء الطباء نحن بنركز في الطب التقليد على الكوليسترول ونركز الكوليسترول مفيد جدا نعم لكن الهموسستين هذا آخر وعد هنا هذا حمض أميني يتكون من حمض أميني ثاني هذا مفروض طبيعي يكون من سفر إلى ستة للأسف بعملوش في المعامل الانش اس في الحكومة في الخاص هذا خطر جدا جدا سواء في الزهايمر سواء في السرطان سواء في القلب سواء في أي مرض هذا لو زاد عن ستة بيبدأ مشاكل تحصل في الجسم من ضمن هذا هذا إيش بيسبب سببه سببه نقص فيتامين بي 12 ونقص الفولكاسيد بل هذا لما تروح تعمل تحليل نصيحتي لأي أخ أو أخت يطلب من الجي بي أو النيرس أنها تعمله البيتناش والفيتامين دي والفولكاسيد اللي بلعب دور أساسي في الصحة دكتور بس في نقطة يعني السرس لأن احنا بنعيش حياة يومية فيها السرس السرس يعني عامل من عوامل اللي بيأثر الكرونيك السرس السرس واحد بيكون انكسايتيد واحد بيكون مبسوط ناس عندها انزايتي على طول هنا انزايتي غير السرس السرس لما بيكون واحد خلاص لأنه معناه هرمون بتاعت الاسترس زادت كثير فبيصير الاسترس ملاسب في حياته كلها فمعناها كأنك حنا فيه بتسكري وضعه في الجسر هذا ما أقصد فهذه إلها طرق ممكن إذا في وقت نتكلم عليها تمام في بعض الأدوية اللي بواحد بيخذ أدوية للمضادات الاكتئاب وأدوية بتاعت النوم تمام أدوية للحساسية للبرد وهكذا البيتامين البيستاتين مثلا واحد منهم آخر واحد تبعت الكوليسترول الكوليسترول هذا بتأثيره بعمل هذا من ريسك فاكتور للزهايمر هذا إذا الناس أخذته على مدى طويل دكتور على فترة طويلة فليهذا دائما نرجع نفسك ورجع مع الدكتور حتى هو الدكتور بغيره ساعات أو احتياطي كمان بالأضافة ونستطيعين من ننساش أنه بيسبب مشاكل أخرى ثانية مش عادة يخوف الناس منها مشاكل القلب لا هي هذا الواقع يعني من خلال دراسات نعم لما نقول السمن الزائدة معنى سكر آه تمام وبعدين هنا الحاجة الجديدة اللي اضفناها اليوم هنتكلم عنها بالتفصيل شوية صحة المعادة الأمعاء ولا دائما أقول دائما المخ الثاني second gut أكيد second gut لكن الجديد اليوم اللي هي الهلتة على الفن راح نتكلم عنها عن اللثة وتأثيرها القط والقط والقط الاثنين لكن فيتامين دي دكتور فيتامين دي بالعبدور في صحة المخ بشكل كبير في صحة القلب في صحة الجهاز المناعة حتى في كورونا ذا من الأساسيات أن الواحد يأخذه ضد كورونا فيتامين دي والله خلال اكتئاب طبعا نعم وبتنصح دكتور أنه على مدى العام كامل خصوصا في المناطق الباردة حتى المناطق الخارجة يعني حتى والله في الخليج ومصر حتى المناطق الخارجة يكون عندهم نقص فيتامين دي للأسف يعني نعم يعني حتى لما واحد بيجي مفاصل دي شوف غالك يستمر خذ الجرعة بتاعتك يعني 2000 يونت في اليوم حسب سنك واعمل تحليل دم من وقت لآخر شوف طيب دكتور اليوم رح نوضح بس حتى نعمل هايلايت على الموضوع أنه الباد قط الي اللثة والقم القم والقط أوكي هذول الاثنين اكتشف أنه فعلا لهم تأثير مباشر على الزهايمر وهذا هو الجديد على المخ على القلب على الكبد على كل أجهزة حنشوف الآن طيب الأورال هيلف رح نشاهد الصورة اللي بعدها آآ أكيد الأورال الفم الفم هاي أورال الفم أورال هيلف يعني صحة الفم ما الجديد فهذا هو الفم الفم هنا في عدد ضخم بيجي بعد الأمعاء من حيث عدد البكتيريا البكتيريا الصديقة والعدوة صحيح قبل ما أنسى كمان اللي بيمضمض كتير بالكيماوي بالمضمضة هذا بيقتل البكتيريا الصديقة وبساعدش على تحويل في الأكل عشان نحول الأكل في الأكل بساعدش على التحويل ولهذا دائما بشدد على تاخذ بروبيوتك البكتيريا الصديقة البكتيريا الصديقة هذه يعني أهم عامل على الإطلاق سوى في صحة الفم والأمعاء والمخ في صحة جهاز المناعة فهذه الأسهم بتبين لك إيش بيعمل كيف بيعمل ألزايمر في هذه أنواع البكتيريا اللي بتطلع أهم واحدة فيهم هذه مشتركة في الكل في جنجيفاليس يعني من جنجيفاليس جنجيفاليس يعني التهاب في القم جنجيفاليس فهذه البكتيريا بتلاقيها موجودة في كل مكان هتلاقي هنا كمان في الرئة آه في كل مكان يعني هي مشتركة بالإضافة لأنواع بكتيريا أخر بس هذه أكثر واحدة موجودة جنجيفاليس تمام فهذه لما بيجي القم ديسيز بيبدأ الإنسان لما يفرش ممكن ينزل دم ساعات بس لما ينزل دم على طول والتهاب وألم بتحول من من التهاب اللثة لالتهاب الأسنان بيصير وهنا الخطورة بيزيد البكتيريا السامة بيصير طبعا على قريب اطلع على المخ بيعمل لنا امراض أخرى تانية بيعمل لنا أنواع البكتيريا بيأثر على الحامل وعلى جنين الحامل كمان نفس الشيء بيأثر على القلب والرئة لا القلب القلب بالذات والشارين اللي بتغذي القلب بغط الدم بتأثر على الأمراض الجهاز الهضمي الهضمي والسؤاب والكوروني والسراتيب والكولانيتس العدي كل هذا من هذه الجرسو البكتيريا من البكتيريا من عدم نظافة الفم والهذا دائما من طبيب الأسنان بنصح الناس أنه زور طبيب الأسنان كل ستة شهور كل ستة شهور مع تفريج تفريج تنظيف تنظيف البقايا نظافة الفم وهكذا بالإضافة للأكل الجيد لأنه أكل السكر بيأذي كثير بيثير هذه البكتيريا موجودة نعم نسيحتي دائما حتى الآن صار يعملوا مخصوص للفم هذا كنت حب أسألك يعني أهميته أهميته أنه على الأقل بيساعد على تنظيف الفم بيساعد على تقويض جهاز المناعة في الفم يعني كنا نقول الأمعاء أصبحت الآن الفم نعم ويعمل بالانس مص بيخذك تمام ممتاز هذه معلومة مهمة جدا دكتور يعني نشكر لك هذا البحث وعودة للأمعاء الأمعاء معروفة هي هذا ليس جديد الموخة الثانية ليه؟ لأنه الأمعاء فيه جهاز الـ الجهاز اللا إرادة العصبي مقصو قسمين الـ الـ يعني و وبتاع السيمباتيك اللي هو يخليه واحد عصبي اللي هو فايت أو فلايت تمام فهنا لما يصير مشكلة طبعا أولا يصير مشكلة 80% من جهاز المناعة في الأمعاء وأكبر حماية لجهاز المناعة الجود باكتيرا سموها مايكروبيوم مايكروبيوم عالم الباكتيريا الصديقة أخطر مايكروبيوم بيعمل عليها هذه طبعا الفود وأكل السكر أكل زيوت المهدرجة أكيد طبعا بالإضافة لأنه النوم مش كويس ما فيش بكتيرا صديقة بوخد أدوية مضاد حوي مجرد كورس ستة أيام والأسبوع بوخد الباكتيرا الصديقة ستة شهور ولذلك لازم دائما أقول سمعيني تمام ناخذ الصورة اللي بعد اللي بعدها هي راح تبين علاقة الأمعاء بالزهانة إيش اللي بيأذي الأمعاء هذه في عامل خارجية يعني الأكل اللي بتوكله بيأثر عليك بتنام تتحرك مبسوط استرس ولا لا هذه وهكذا الانفكشن أجاك عدوى لأي سبب كورونا فيروس كون كولد فلو الانترينسيك فاكتور هي جينيتك واحد بيكون عنده كذا الماء الميتابولايت الاميونيتي الهرمونات المعدلة ولا لا متوازنة ولا لا في الجسم هذه العامل اللي بتأثر على الأمعاء والماكروبيوتر هذه كومبوزيشين سيفا في وسط الأمعاء تمام هذه واضحة نعم هل هي عندك في نص الأمعاء لأنه عدد القد بكتيريا في الأمعاء القد والباد بكتيريا عشر عشر مرات أضعاف الخلايا من الرأس للقدم تمانين تسعين في المنه جود بكتيريا لكن احنا ايش بنوكل هذا بيأثر عليها تأخذ مضاد حي وتأخذ أدوية وتأخذ بينكلر بيأثر عليها بيقللها وبيضعفها وبيموتها نعم نعم ولذلك ناخد البكتيريا الصديقة كحبوب لازم هذا أحد العوامل بالإضافة للهلثفوث والاستريس والتكلام عليه والنور أحتياط أكيد ممكن يعمل كمان غير الزهائمر ممكن يعمل أثيروسكوروزيس تجلط الدم وضيق مالطولسكوروزيس ستروك ممكن يعمل نيورو سايكاتريك اللي هي من ضمنها الأنجزايتي والديبريشن والأوتزم ممكن يعمل اللي هي ألزايمر باركنسي دكتور بس حقف عند المجرين لأن كثير من الناس بيعانوا من الصداع النصف كلمنا يعني هو واحد أيضا من الأسلام الأقصد بمنها ظهرت في هذه الصورة مدام في مشكلة في القط في الأمعاء هذا لأنه هنا بتصنع 30 هرمون بتصنع كل شيء هذا المصنع اللي بعطي الأكل يعني أنت بنوكل بيبدأ الهضم في الفم ثم بينزل في المعدة بيكمل باقيه الهضم بالحمض المعد ثم بروح للأمعان تصاص ثم بتوجه للكبد ثم بدي يعملك الهرمونات والأنزيمات وهكذا فهذا أنت كيف بتوكل إيش بتوكل بيأثر على جسمك You are what you eat But you are what you eat and what you digest كيف بتهضم كيف تخلص من الفضلات تمام دكتور طبعا إحنا رح نشوف المراحل والأعراض اللي في الصورة القادمة ومهمة جدا هذه الصورة الآن بتوضح يعني المراحل اللي بيضعف فيها المخ ويصل إلى مرحلة الزهايمر الصورة الأولى في القسم الأول يعني العقل نفسه بيبدأ يشتغل أقل أقل كفاءة من هذه المرحلة بتأخذ سبعة سنة هذا بيبدأ في الميديال تيمبرال الميديال تيمبرال اللي هو هنا داخل أوكي بيبدأ من هنا يعني شورت تيرم ميمرولوس بيكون ضعف الذاكرة من وقت لآخر بشرط يكون ممكن يكون شخص عادي أقل بس غالبا متيج بعد الخمس وستين لأنه جسمه بضعف منعته بتضعف أكله بضعف حركته بتضعف هذه بتأخذ حوالي سبع سنوات إلا ما يكون مالد هنا سنتين كأنه إحنا هنا بري ألزايمر يعني بري ديابيتس نعم في بداية يعني في الحدو ما قبل بداية نعم ما قبل هنا بمتد بروح على أماكن أخرى من المخ هذا هي زي مشصورة البنية كيف واضحة هنا السمطوم تيجي مشكلة في القراءة في مشكلة في تعريف الحاجات حاجات متعود علي يعرفها بطل يعرفها داريكشن وين أنا موجود بطل شوية ينسى وين أنا موجود وين كنت وين حطيت المفتاح وين كنت بدنا في الزهايمر وبرضوا سنتين هنا بروح على الفرونت الأمام هنا سنتين تأخذ الحكومة على الأشياء تأثير نعم تركيز بيبدأ يضع هذه المرحلة الثالثة بتأخذ كمان عامين روح مع السموم لكن لو أكل سكر كثير بيبدأ يأثر في الجسم وفي المخ في الخلايا في مستقبلات الإنسولين هذا البروتين بيجي بيسكر مستقبلات الإنسولين بصير عندنا إنسولين جسا في المخ يعني يعني وعلى شهاينا سميته أنا طيب ثري أو سكر المخ تمام فبيبدأ سكر بيبدأ البروتين بيبدأ بيصير نفس يترسف في الخلية العصبية بتعرفش أدي دورها وبين الخلية العصبية والتانية المواصلة تشتغلش فبيبدأ الذاكرة يضعط التركيز يضعط يبدأ يفقد المكان والإحساس في المكان والزمان وهكذا فهذا المال يعني بري ألزايمر ألزايمر المتوسط دخلنا في السفير إذن دخل البروتين والتسام يعني التسمم والسكر وبدأ نفسه ينكمش ينكمش يتقلص ولهذا في البداية هنا هذه وهذه الريفيرس توقيفه وعادة كل الأشياء طبيعية ممكن أنا بقول ممكن وبقول بثقة ممكن تمام في أي مرحل ما توصلش نفسك لغاية المديرت لو دخلت في سفير صعب صعب جدا سفير خلاص يعني زي سرطان ولو أنه في الأمل في وجه الله في كل شي بس دائما أنت خلاص بديت تحس في الأشياء خذ أكشن على طول ها شو الأكشن اللي حنعمل هنقول الزهايمر والأعراض والعلامات كثيرة هي أول أبدأ في المخ في الذاكرة لماذا؟ لأنه بأخذ المركز الذاكرة هيبوكمبس اللي في المخ بيبدأ أول يترسب أكثر البروتين ثم بيمتد لأماكن أخرى بصير عنده غير الذاكرة بصير عنده التركيز بصير عنده التحكم بصير عنده مش لاقي بنسى وين موجود بنسى يحط الأشياء في مكانها اللي بعدها داخل نعم السمتوم وهكذا هذه الأعراض زي ما قلنا متوصلش نفسك لسفير هذه الأعراض متلخبط في والمكان متلخبط في التركيز حتى الكلام بيبدأ يتلخبط أكيد تحكموا في الشيء أو حكموا على الشيء بيبدأ يتغير بيهرب نفسه من المجتمع من العيل دكتور هذي في أي مرحلة بعد ما شفنا الصور بحسب قديش قوتها مش مرحلة يمكن تيجي أي واحد منهم بس قديش قوتها يعني مثلا لما واحد يوصل أنه يطلع يوم من النوم أو يطلع من البيت ويمشي وهذا ما يصبح يكون خلاص وصل للسفير هذه السفير أكيد الذاكرة عشان كده احنا بيطلخبطوا الناس بين طيما هو بقول لك لما يكبر بعد 25 وسبعين ذاكرة بتضعف طبيعي واحد عنده سترس واحد عنده مشاكل حياتية أو بيأخذ أدوية أو بيأخذ أدوية بيأخذ أدوية بيأخذ عنده سترس بيأخذ ذاكرة تضعف فتكبر متلخبط هي ولا مشية لسه لكن ذاكرة ضعف خالص صحيح خلاص أنا نسيت وين يروح نفسك وين الموجود إيش اللي يجابني في المكان أو أهله يدوروا عليه ما لقهوش أو وهكذا تحصل هذا دخل خلاص سفير فالأعراض هذه حسب المالد والمدرث والسفير تمام واضحة جدا الدكتور طبعا ذكرت نقطة مهمة في أمل في استرجاع جدا جدا أنا بقول أبثقة الدماغ وصحة الدماغ يعني أنا من أفضل في العالم حقيقة اللي يتكلم وعالج ديل بيدرسون ديل بيدرسون رئيس قسم من الأمراض العصبية جمعة كليفورنيا اللي يكتب رائع رائع إذا الواحد يقدر هو عمل نظام غذائي وعمل نظام ممتاز أنا سفيت من الكتاب كثير جدا ممتاز زي ما قلنا بيدك الأمور طيب إحنا لا أدري مخرجنا يعني نشاهد الصورة الأخرى نأخذ فاصل حتى نستطيع أنه نشرح هذه الصورة الهمة جدا هذا نعم هذا سريبرال كورتكس كيف هذا المسؤول عن اللغة والمعلومات والحصائي الشيء التعامل بالشيء هنا الهبو كومبس اللي هو الذاكرة في ما كملش نيوم مموريس يعني الذاكرة تمام اللي الذاكرة سواء الذاكرة الزمن بعيد أو الذاكرة الحديثة نيوم مموريس هذا الهبو كومبس هذا أول ما يبدأ فيه هذا أول حاجة بتحصل في الزايمور والديمنشا الذاكرة أنا أول ما بيصيب البروتين السام بتركز في هذه المنطقة بيصيب أهداف الذاكرة اسمها الهبو أصبب أن نتقل إلى أجزاء أخرى من الدكتور سؤال حتى قبل 65 كثير لديهم هذه المشكلة الذاكرة و أنا نسيت يبدو أن لدي الزهايمر كمثل أصبح عندي شكل الزهايمر نعم الزهاي ما قلنا هاو سترسفل كيف حياته وفيها سترسفل كيف يركب لأن المشكلة اللي أنا بلقيها مع الناس سواء مرضى أو سواء الأصحاب أو سواء المسجد أو سواء اللي بيكلموني نوم الناس صحيح ما في النوم العميق خاصة نحن بلنا العربية بيتعشز ساعة 12 إلى واحدة بالليل وبعدين بروح نام ساعتين بيقوم طول النهار خلاص تركيزه ما فيش ذاكرة ما فيش بعدين قعدت طول اليوم على اللابتوب أو على الأطفال على على السوشال ميديا المأساة قلة دكتور بس نوضح كمان جزء غير المريض من المخ في هذه الصورة بس تعطينا توضيح السريع بس صغر صغر حيركز أكيد حد صغر نعم يعني نوضح كيف الفرق بين ذكرت عن الجزء اليسار الصحي حابين نشوف الجزء اليمين والأمراض اللي تصيبها نشوف كلها صغر الصورة أخي المهم فاللح الشمال هذه الصحي الصحي هنا الهيبوكمبس هنا كان كبير وكان في بتاع الممرض وبعمل الممرض هنا الهيبوكمبس شرينك شوف شرينك كيف بدأ يتقلص بدأ يتقلص نفس الشيء هنا الناحية التانية في الكورتكس اللي هو بتاع اللغة بتاع التركيز بتاع سبحان الله في الناحية اليمين بدأ ينكمل شوف الفرق بين الاثنين كل جزء في الدماغ هو مسؤول عن وظيفة عن وظيفة هامة جدا في حياتنا فإذا تعرض هذا الدماغ كما ذكرت إلى للأسف الهجوم الخطير من البروتين وتصمم إذن من خبرتي الطويلة في هذا المجال بعد أنا حتى خصوصاتي والمخ والعصاب فحطيت خبرتي فيه هنا فيش حاجة صعبة بس الإنسان لو ينتبه شوي لصحته لنومه لحياته شوي أكله بالذات أنا جبت لكم معلومات جديدة اليوم إن شاء الله معلومات مهمة جدا تشكر عليها كيف تخلص من السكر وانت قاعد أنا عملت حلقة حتى بعض الناس لموني عليها لأنهم الآن وانت قاعد ما لكش حجة حتى وانت تفرج على التلفزيون صغار وكبار كيف تحرك رجليك بإثبات علمي الآن بروفوسور أمريكي حنتكلم عنه طيب ناخذ فاصل قصير أكيد دكتور إبراهيم عدوان استشاري الطب البديل موضوع هام جدا مشاهد الكرام مهم فعلا أهميته في كيفية العلاج واسترجاع الذاكرة استرجاع صحة المخ والدماغ وصحة أجسادنا مرض الزهايمر مرض ليس هين ولكن ابقوا معنا بعد هذا الفاصل ونكمل مع دكتور إبراهيم أهم العلاجات الطبيعية كالمعتاد نحييكم مرة أخرى طبعا الفاصل الثاني سنتحدث مع دكتور إبراهيم عدوان استشاري الطب البديل أهم العلاجات الطبيعية التي نستفيد معها لاسترجاع بإذن الله الدماغ وصحة الدماغ من مرض الزهايمر تحدثنا في البداية عن الأسباب وكيفية طرق أكيد البقايا وأهم عوامل الخطورة الآن دكتور إبراهيم نحييكم مرة أخرى رح نتحدث عن نكمل طبعا السلايدات الهمة جدا لشرحك الهم أيضا لأهم الغذاء الصحي للضايير هذه بداية العلاج تمام بداية الوقف الزهايمر وقف الزهايمر يقولنا الزهايمر النوع الثالث من السكر سكر الدماغ هذا في إيدها كده نعم يعني سكر يعني سكر يعني بدأت توكل سكر كثير يعني بتوكل حلوات كثير يعني بتوكل طمر كثير يعني لما بتبقى صايم تجي تفطرلي على سبعة تسعة عشر أحد 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 خمسة عشر طمر وتقول لي أصله سنة بس أغرب بعض الناس كده بتوكل الساعة 12 بالليل أو واحدة بالليل أنت رمضان حاجة ثانية نتكلم حتى رمضان جاي هذه فرصة إلك أكيد فهنا في إيدك لكن قبل حبثة قبل الأكل حبثة بالجولدن ملك لأنه فيه ثلاث سبايسيز ثلاث أشياء مهمة للدماغ ما هو المقصود بالجولدن ملك أحجيبها مهمة للدماغ مهمة للمخ جنرالي نعم مهمة للزهايمر أيوم؟ مهمة للقلب لضغط الدم لمرض السكر للوزن الجولدن ملك طيب نشاهد الصورة اللي هي طبعا أول حاجة على الإيدي دايت لأنه بتبين الإيدي الزهايمر ديسيز تبين ما تذكره الزهايمر ديسيز دايت نحن قلنا 60% من المخ دهن تكلمنا في حلقة قبل حلقة تجلط نعم من 60% 25% منه كوليسترول إذا الكوليسترول مفيد أنا أنا أعمل تحليل دم لما يكون كوليسترول بتاعي كل العالي بزعلش لما يكون واطي بزعل لأنه ما في مشكلة عندي ليه لأنه هنيتكلم فيها في الذاكرة الآن لأنه الهرمون المعمول بالمراسبة اليوم نحن نتركز على الذاكرة الهرمون اللي بتاعي الذاكرة أسيطايل كولين وين أحسن أكل على الإطلاق أنا جاي عملت من رمض مخصوص تحت تحسن الذاكرة أحسن أكل على الإطلاق عشان يحسن لك الذاكرة عشان يتعلم لك الهرمون المعمول الهرمون المعمول البيض وهي الكركم ما حطتش كرموكة أو كركمة والسينمون والقرفة للضغط الذن للسكر للزهايمر للكنسر للالتهاب عد للمفاصل سخن حليبك بس أرجو بدلا أنت مدمن على حليب الغنم والبقر غير روح حليب نباتي إذا بتقدر أفضل ألمون بدل حليب نباتي يكون فيه دهن لأنه الكركم عيبوا بدوا ثلاث أشياء عشان الامتصاص بدوا دهن أو زيت بدوا فلفل أصمر بدوا غلي ممكن تعملوا بمية بس إذا أنت بتشرب حليب روح غير تغير يا حليب الجوزي الهند وموجود صار في كل بلاد العربية يأما حليب اللوز يأما أي حليب زيتي ما ينفعش حليب الرز ما ينفعش حليب القوت شوفان ولا الصوية الصوية ممكن يعني الصوية يعني فيها الدهن بس أنا بفضل هذول لثني يا الجوز الهند يا اللوز أو فيه أنواع ثاني من المكسرات في الحليب منها لكن إذا أنت مبسوط في حليبك الجمل البقر الغنم خليه على الفل فحس حط الحليب في كبايا وغليه على المكرويف ولا على البوتقاس اغليه حليب لوحده جيبوا بره معلقة صغيرة كركم حرك اغليه تاني إنا غلينا أول مرة حليب تاني مرة حليب مع الكركم طلعوا نص معلقة أو معلقة صغيرة زنجبيل بودرة نص معلقة أو معلقة صغيرة كركم بودرة لا منحطينا كرفة سوري كرفة كرفة نعم حرك وبين أصابعاك الفلفل الأسود وبسم الله بعد الفاضي حتى في رمضان من كنت شربها قبل الفطور تمام هذه كثير جدا هتسعبك بعدين نيجي للأكل زي ما قلنا ستين في المية من المخدهن خمسة وعشرين في المية من الستين كوليسترون فاحنا بدنا حاجات ضد الالتهاب يعني ش ضد الالتهاب يعني أركز السمك أركز على البيض نعم أركز على دار شكلة ممتازة الجرين تي ممتاز الشي الأخضر بدي الفيجيتابلز ليه الفيجيتابلز غير المعادن واللياف والفيتامينات اللي فيها فأتكلمنا في حلقة البوتيك والتنفس فيها نايتريس نايتريس بتحول نايتروكساد نايتروكساد هو اللي بواسع الشرعين فأنا عايز هذه أنا بعملها عصير ممكن تعملها عصير ممكن تكلها صلاطة أي واحدة دكتور الفيجيتابلز كويتب عصير الخضار الخضار ممكن تعملها ممكن لا الخضار تابعون بروث إذا بتعرف تعملوا أعملوا اللي هي طبعا بس الكوارع مثل ما يسموها شربة الكوارع الأبل الفينيجر اللي هي خلي التفاح أنا بحط بالسامك على الصلاطة بتاعتي مع البيض هاي الخضرة الهيربل الهيربل المينت كومن سينمان كامون والفينال نعم روزماري روزماري هم جدا للمخ والزعتر والرزماري العشاب هذي هذي يعني تغلى وتشرب متشرب أو أنا برش على الصلاطة التعتيت صحيح تمام هذي الأهم الأغذية اللي جوز الهند والقارلك الثوم الآن أغلب الناس بدأوا يتجهوا إلى الأسهل والأسرع اللي هي السابلمان الحبوب لا هذا لا يغني عند الأكل صح يعني بمعنى هما بيتوقعهم كبديل نعم سابلمان يعني شيء مساعد نعم ما ينفعش أنت تقول أي كلام وتقول لي أعسر أنا بأخذ سابلمان لا ما ينفعش ما تكلش بيض ما تكلش سمك ما تكلش لحم وتقول لي أنا بأخذ لا كتعويد عامل لا عامل مساعد وليس كتعويد بس اللي نشفح نشوف الصورة اللي بعدها سابلمان أكيد لكن في أشياء مهمة جدا جدا سواء لهذا الموضوع المخي لكن في أشياء طيب الدكتور يعني قبل ما نأخذ سابلمان تشرح لنا أهم تحليل يطلب الشخص من طبيبه ليشوف إذا كان فيه هناك فاقد أو نقص لأي معادن أو فيتامينات في جسمه مثل بيتامين دي بوسي أنا جاي بتحليل من ديل بادرسون من اللي هو الأكبر أخصائي للمراضة عصبية في أمريكا واللي متخصص في الزهايمر أنا جاي بتحليل بتاعه بالكامل في آخر السلايد تمام خلينا نذكره الآن طيب فضل نيجي إلى هنا حقيقة كلهم ممتزين للذاكرة كلهم ممتزين للمخ كلهم ممتزين يعني شوف أنا حاطت أهو كوركم سينامون على طول شايفة؟ طبعا أضافه للجنجر أنا محطيش جنجر لأن هذه ساعات بعض الناس بيخذوه لا أنا بفضل تأخذها كذا مع الشاي مش تأخذها حب لأ مع الشاي اللي ممكن تأخذه حب الكوتين is very good البي فيتامين لأنه فيها البيتناش والفوليك أسد والبي سيكس يعني لو حتى ما تأخذها بتاع الأوميغا ثري إذا بتأكلها الأوميغا ثري أو الأوليفويل أو الكوكونوت لازم عايزين حاجة من الدهن هذا السمك الكوكو باودر أنا بساعات لما بأكل دارك شوك بحط عليها ثلاث أشياء هذه بحط عليها الكوكو موجودة هنا بوكو باودر طبعا هي بتكون بدون سكت هي مرة مرة هي سوبر للبين والقلب ممتاز بحط عليها برش عليها كوكو باودر الكاكاو برش عليها جنجر زنجبيل برش عليها القرفل ممتاز وبأكتر بأخذها مع الشاي الأخضر تمام دكتور كذا يعني هذه الأشياء أيام معينة مش أيام يعني تأخذك على الأقل يعني مالتي مثلا مثال ميثايل مالتي تأخذك كل لكن لازم فيتامين دي لوحده لازم بالنسبة للأوميغا ثري زيت السمك أحسن واحد على الإطلاق اسمه كريل أويل ليش كريل أويل كريل أويل معمول من السمك الصغير حوالي عشر أضعاف أحسن في الامتصاص من الزيت السمك العادي تمام في حاجتين للفسفولويد وأستكذنسين واحد فسفولويد للبريين وأستكذنسين للقلب فكريل أويل هو الآن الموضة الموجودة الآن طبعا ماجنيزيوم في أنواع كتير دكتور بس نشرح ماجنيزيوم في أنا مش عادة أطول عن الناس لأنه كثير لكن ماجنيزيوم للمخ احنا قلنا في ماجنيزيوم للقلب وضغط الدم ماجنيزيوم توريت في ماجنيزيوم للمخ اللي بدخل على طول للذاكرة ممتاز ماجنيزيوم L-ثريونيت L-ثريونيت T-H-R-E-A ON-E ماجنيزيوم L-ثريونيت حلو طبعا الزينك لابد منه لأنه زينك نوثين قلناها فيتامين E ممتاز بس كان في سؤال على كيو تين دورو بشكل سريع دكتور دورو هو أنتي كانسر قد للهايبر تنشن قد للهارت يعني إذا ذكر الكيو تين ذكرت الكنسر والهارت آه تمام طيب نأخذ الصورة اللي بعدها نشاهد الصورة البعدة healthy lifestyle كيف ممكن نغير حياتنا خمس أشياء أنا أقولها دائما خمس أشياء الأفضل حياة طبيعية التنفس من الأنف 24 ساعة وخاصة أثناء النوم تمام عشان كده بتتعمل تيب نمرة اثنين نوعية النوم يكون جيد على الأقل 6 ساعات 6 ساعات متواصلة 5 ساعات متواصلة لو أنت كبير بكفيك managing stress healthy ذات كلمنا عليه و keep moving تحرك الحركة فيها بركة هذه الخمس الأشياء اللي بتشمل كل شي صحة العقل صحة الجسم صحة القلب هذه ضرورية يوميا الآن نفس الشي هنا نفس الأكل بس بالصور نعم نشاهد الصورة أنا بركز كثير على الأكل في المواضيع الصحة أكيد ضروري نشاهد الصورة اللي بعدها نشوف الدماغ هو center مركز لكل الأغذية يعني بدنا فيتامين E لأنه إذا ذكر الزايمر والكموخ ذكر الفيتامين E ذكر النظر ذكر الفيتامين E والميكس ممبرين وهكذا البلو بري والجريبس كل العيلة البري ممتازة غريل ليفي ممتاز سويت بوتاتو أي شي أخبر بيت ناشي إذا تغسط سابن المنتا نسؤون تبعد على الألمانيوم الألمانيوم طبعا اللي تسخدم في طبخ الأطعمة القدور تتغير إلى صورة الطاوة هذه الزايمة لا أنا أقصد على الطاوة اللي هي موجودة آيرون عشان بنحرق بيطلع منها بيصير هذه كمان ناء اللاود يعني مش كويسة طيب دكتور في يعني هذه السؤال مهم جدا إنه الناس تطبخ على إيش أفضل جودة الأنواع فيه الآن طلع أشياء مثل السلسي بتطلع حاجات للطبخ مخصوص يعني موجوده كل مكان يعني بتنصح فيه سالسي ستيل سالسي أوكي طيب بيست سانشل أويل فيه كمان الزيوت هي مساعدة يعني حاطط لكل حاجة يعني سواء الممري للسترس ذكرت الزهايمر أول شي هو يعني فعلا منعش أول شي على الإطلاق للزهايمر الفرنكنسون زيت اللوبان زيت اللوبان حاطط لكل شي سواء الاسترس والأشياء اللي بتأثر على المغتاز ليش زيت اللوبان جيت اللوبان سبحان الله يعني بزيت عجيب يعني بزيد مناعة الجسم بفتح خلايا المخ فحقيقة بالتجربة بالخبرة بالبحث لقيته بيعني بالعب دور كبير كبير ولهذا تلاقي محطوط في كل مكان بصي في في السترس فرنكنسون في الممري والتعلم فرنكنسون في موجود في كل مكان في الوري القلق والتوتر فرنكنسون بتاعتك فرنكنسون فبلعب دور كثير لكن لفندر كويس كامومال مهدي ايوة اذا ولا بد تشرب قبل النوم بلنصح بشي كثير لكن كامومال بابونج كامومال دكتور يعني كيف تستخدم الزيوت بشكل سرم زيوت بدهن بيها مثلا اذا كان ذاكرة ضعيفة بجيب لفرنكنسون مع لفندر مع زيتون وبدهن راسي قبل النوم انه بزيد الدم للمكان بيضخ الدم كبير ولهذا كويس للتهاب المفاصل وكويس للذاكرة ممكن لدهناء طيب هجيب انا في حسن ذاكرة بالتأكيد نشاهد الصورة الاخرى quick method to lower blood sugar هذه مهمة ويلا تعطينا شرح فيها شرح وشرح اشرح فيها تفضل لقيت احنا قلنا يعني اللي بيقعدوا كتير على التلفزيون اه طبعا انت عارف السمعة السيئة على القاعد بسمه الكوش يعني قاعد على زي كيس البطاطا اه لكن ممكن استفاد من كيس البطاطا هذا ممكن ممكن تحرق السكر في انا هاروح على رقم اثنين هذا هي حاجة للبقلة ولا نيبس هاجي لكم في عضلة في الهنا اسمها solias muscle تمام solias muscle هذه واحدة من 600 عضلة في الجسم وزنها واحد في المية من الجسم لكن حقيقة دكتور يعني فعلا يعني عمل خدمة للبشرية للناس اسمه دكتور مارك هاملتون professor of health and performance يعني الاداء الصحي في جامعة بوستن تمام مع فريقه قال لك احنا نستفاد من الكوش هذا اللي قاعد كيس البطاطا على الكرسي حركة بسيطة انك زي ما شفت لا جيب لي الصورة الله خليك انا عايز هذه كيف حركة رجليها لانو هتبين بتبين اه اجيبها كاملة الصورة اللي سمحت اخي حتى تبين الاقدام كيف هذا الكعب وهذه الاصابع القدم فانت بدك بس تقعد مستقيم زي التمرين التنفس اخي جيبي لصور ايوه شاف كيف هاي قاعدة عندك حاجتين الركب تسعين درجة الجسم مستقيم هتبدأ ترفع الكعب هون شايف على اليمين هنا تمام الجسم مستقيم الركب تسعين درجة هتبدأ بالتدريج خليك هنا خليك لحظة خلاص هتبدأ ترفع الكعب اذا هرفع الكعب بالتدريج كم المدة بالتدريج انت هترفع وتنزليها يعني في مدة لا لا ترفع كذا بس مرة واحدة وتعود تنزليها تاني سلولي وترفع كذا بس جسمك مستقيم والركب مستقيم على كرسي ايش الفوائد نشروها واعترفت فيها مناظ بعض التلفزيونات جابوها هذه معلومة هذه معلومة بلغت جماعتي أنا انبسطت كثير عليها بلغت جماعتي في المسجد من زمان حقيقة بتلاقي تخش المسجد الناس قاعد بتعمل الحركة وجدوا انه هذا الدكتور بروفيسور هاملتون مارك هاملتون وجدوا انه تحرق يعني بزيد الاكسيديات بميتابوليزم ممتاز يعني حرق الاكسيديات ما هو المتابوليزم حرق الاكل إذن كأنه انت بتحس السكر بقل السكر في الدم خذ بالك في الدم 52% بزيد حساسية الانسولين لأن المشكلة في السكر انسولين ريستانس إنها زيد حساسية الانسولين 60% أفضل هو بقول البحث بتاعه أكثر فائدة من الصيام وأكثر في حرق السكر والدهون الدهون السيء في عنا الفكرة أنواع الدهون في الدهون المشبعة الدهون جيد بروتين عالية الكثافة عالية الكثافة عالية الكثافة عشان كلا عندما تعمل التحليل الدام يقول لك عالية الكثافة اللو دنستي اللي بيعتبروه وحش أسوأ منه هذا الخطر هذا التمرين اللي بسموه سوليس بوش أب بوش أب يعني كدام واحد بحط رجليه بقعد يرفع جسمه سوليس بوش أب سوليس اسم العضلة خليك خيار الصورة أرفعني على عزل القدم يأ فبتقللك السكر 225 لساعات وليس دقائق بضعف ضعف حرق الدهون السيئة جدا اللي هي جدا 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 عالي الكثافة السيئة اللي بسموها جدا هذه جدا جدا الأسوأ تمام بضعف حرق الدهون طب ما الشيء الفرق بين هذا ليش أحسن من التمرين والجري لأن التمرين والجري والصيام واللوزينج ويت بيحرق بيبدأ يحرق السكر المخزن في الكبد لما احنا بنوكل سكر أونا شواتي كتير البنكرياس بيفرز إنسولين إنسولين بيأخذ السكر بيأضيع الخلايا عشان يعطينا طاقة نعم طب الزيادة من السكر بيخزن في الكبد والعضلات طب الزيادة عن الكبد بتخزن كدهن مشبه فهنا هذه الحركة السوليس بوش أب السوليس الاسم العضلة بوش أب بتحرق لك 52% وأكثر من السكر بظل ساعات متواصل وهذا أفضل تعملها بين الوجبات ممتاز هناك الاكسرصاز التمارين الرياضية والفاستنج واللوزنج ويت بيحرق السكر المخزن في الكبد هذا بيحرق السكر اللي في الدم لسه قبل ما يروح ما يروح الكبد يتخزن على الكبد أو يتخزن في العضلات ممتاز هذه معلومة أهم الجزء ودينا حساسية الإنسولين 60% فملكش حجة أبدا لأسف تكتور هذه معلومة أهمة لك ما بقى وقت لسه للأسف تحسين الذاكرة هم قالوا يعطوني خمس دك لا ما ينفعش دكتور أحمد قال لي يعطيك خمس دك ذاكرة تحسين الذاكرة أعطينا على السريع كيف نحسن الذاكرة وفعلا الوقت يعني لأسف داهمنا تفضل دكتور تقدر نصف الصورة الأخيرة لدينا الخمسة نزل بريثنج خاصة أثناء النوم تكلمنا عنه كيف تحسين الذاكرة الفود هذا بالذات أنا أكثر عاجل لأنه الهرمون الذاكرة اسمه أستايل كولين أغنى أكل على الإطلاق في الهرمون الذاكرة اللي هو البيض ثم الفش ثم الكبد بعدين القولدن ملك شرحنا بعدين الحاجات المهمة للذاكرة الفش والزينك الفيتاميني الكولين وكذا آخر آخر تقرير آخر صورة يعني يليت تحليل ما هو تحليل الزهايمر هذا أنا خدتها من ديل بيدرسون اللي هو أحسن واحد في العالم متخصص في الزهايمر تعمل الفيريتين تعمل الويتامين دي تعمل هاي سنتي سير ريكتيف بروتين هذا يبين لك الالتهاب نعم فاستينج إنسولين أنا بقسل إنسولين مش مس السكر حانو نعملوش هنا أكيد وهكذا تي إس إتش هذا ممكن بشكل مختصر دكتور ناخذ هاي نسخة منها نطلب من الطبيب انو نعمل هذا الاختبار نعملوش لكن أو على خاص أو على الخاص طيب دكتور آخر نصيحة آخر نصيحة نعم المرض مهما كان مرض الزهايمر في إيدك إنك توقفه في إيدك إنك تساعد نفسك ابدأ حياتك غير حياتك رمضان جاي خذها فرصة فرصة استفاد منها إن شاء الله بصورة صحيحة والله واش شاف دكتور إبراهيم عدوان استشاري طب البديل شكر جزيلا لك على كل هذا الجهد القيم على كل هذه المعلومات ونصائح الهام وعلى كل هذه الأخبار الجميلة على كل هذا الأمل اللي إن شاء الله راح نسترجع فيها صحتنا وذاكرتنا وعافيتنا ولكل من شاهد هذه الحلقة مرض الزهايمر أكيد الشافي هو الله ولكن بيدنا أن نقدم أو نقوم بالكثير من الإصلاحات لداخل أجسادنا وأجسامنا إن شاء الله طبعا مشاهدنا كرام أشكر حسن المتابعة ويمكنكم أتواصل معنا عبر البث المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب أيضا نتواصل معنا عبر كل منصاتنا عبر السوشال ميديا تجدد اللقاء السبت القادم إن شاء الله مثل هذا اليوم في موضوع طبي جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته